لجمهورنا وقيادتنا السياسية أن الوضع في المنطقة العسكرية السادسة تحت السيطرة وأننا بفضل الله عز وجل ثم بفضل قيادتنا وعلى راسهم الأخ محافظة المحافظة اللواء أمين العكيمي الذي يخوض ويقود المعركة أن استطعنا أن نضع للعدو مناطق ومربعات حرق وإبادة جماعية بفضل الله عز وجل وتم استدراجهم لأماكن أصبحت عليهم كابوس والقتل فيهم بالمئات والعشرات أحيي قائدنا ورمزنا ورمز كل اليمن ورمز كل التضحيات الشيخ اللواء أمين بن علي العكيمي الذي أثبت أنه رجل المرحلة أثبت أنه رجل الفداء أثبت أنه رجل الوطن ورجل التضحية الشيخ أمين يجود بفلا ذكباده وبنفسه دفاعا عن الأرض والوطن وهذا مما أستمدنا منه القوة وأستمدنا منها العزيمة وأستمد كل أبناء المحافظة وكل أبناء المنطقة السادسة عندما رأوا هذه البطولة وهذه كل واحد منهم يستعد للموت واستعد للجهاد في سبيل العزل بالمال والنثير وكل ما يملأ أننا اليوم عندما نرى مثل هذه القيادات اليوم تتقدم الصفوف لا نرغب في العيش أبدا بعد مقتل واستشهاد العميد صادق العكيمي أركان حرب المحور تعاهدت كل القيادات على المضي نحو هذا الهدف السامي وهذا شرف لنا أبناء الجوف وشرف للأخ المحافظ وشرف لأبناء المنطقة السادسة أن قادتها والعمدة في مقدمة الصفوف وهذا يعطينا الأمل أن المعركة معركة جد وإن شاء الله عز وجل إلى النصر ما بعد هذه التضحيات إلى النصر ونقول لكم من العدو في آخر مراحلة ونطمئن قيادتنا السياسية ونشكرهم على متابعتهم وعلى دعمهم ونقول أن العدو يعيش آخر أيامه وآخر مراحلة كما نشكر التحالف العربي بقيادة سمو الأمير الفريق الركن فهد بن تركي وكل العاملين في الـ 1501 وفي المركز المتقدم والذين يساندون الجيش الوطني مساندة كبيرة أننا اليوم نتلذذ بالحرق والعبادة الجماعية في العدو والأمور إن شاء الله إلى النصر ستسمعون في القريب العاجل مفاجآت وستسمعون إن شاء الله عز وجل الإنتصارات كبيرة وشكرا لكم من تعودوا على الكذب والتضليل حتى أن بعض الأسرى لقيناه يقول أن على بعد مشارف وأن الأضواء اللي كان يراها أضواء من دينة الحزم وأغاضتهم والكهرباء والإنارة كان يظن أنها نجران هم دائما يكذبوا على أفرادهم واتعابهم أتباعهم أنتم الآن مريتوا بعاصمة المحافظة والشغل المستمر في الشوارع والرصف وكل الحياة الطبيعية آمنة الحوثي لم يتقدمش بالرواحد الوضع كما رأيتم بإمكانكم تنزلوا السوق وتنزلوا عواء مدرية الغيل وتنزلوا المناطق الأخرى وتتجول بكاميراتكم وتفعلوا لقاعات مع المواطنيين مع الناس براحتكم وهذا أكبر رد لا نستطيع أن نقول هم يكذبون كما قال كما يتنفسون كما قال محمد يميح فكذبهم قطغى لكن الواقع غير ذا الكلام ولم يرطيبه وهذا الكلام بافتراء دائما نقول عرفه حتى أتبعهم الآن لاحظنا في الأيام الأخيرة والأعداد والمغرر بهم بدأ يأقل عددهم وعدتهم اشتركوا في القناة